اشتركوا في القناة نسبة الوضعية المرتقبة ان شاء الله وبإذن الله مع فجر نهر الغد الأربعة استقرار جوي على العموم سيكون في المواعد سنلعد بعض الصحوب الكاتفة على أغلبية الولايات السحلية الداخلية حتى ولاية الهضاب العليا أمطار خير ان شاء الله ستكون في المواعد على تامرس زواب عملية نشطة مع بعض الضابب الخافية في الحيطة والحذر بأقصى الجنوب عين قزام إذن بنسبة لدرجة الحرارة مع الفجر الحمد لله درجة الحرارة ستنخفض مع الفجر مقارنة باليومين الفيتيني جوزناهم كانت سخانة عالية على أغلبية الولايات إذن مع الفجر ان شاء الله ستتراوح درجة الحرارة 223 درجة مئة وزاعة الجزائر العاصمة وضواحي 22 درجة مئة وزاعة لعنبط رفسكي كدالقالة 18 درجة على وهر 20 درجة على سشلف على سعيدة نفس المقياس على الصيف على باتنا على خنشلة أريس عينة زالعين درجة واحدة على الجلفة 23 درجة مئة وزاعة حتى الخط الرابط مع البيض مشرية ونعامة بالنسبة لولايات الصحراوية نسجل مقياس 23 حتى 23 درجة مئة وزاعة على أبواب الصحراء 31 درجة مئة وزاعة بإذن الله كأعلى مقياس بوسط الصحراء إذن وضعية المرتقبة إن شاء الله وبإذن الله بعد ظهيرة يوم الأربعاء إن شاء الله استقرار جوي على العموم ترقبه سيكون في الموعد العالي ومتوسط لكن بعد ظهيرة إن شاء الله سيعمل صفح على غلبية الولايات ساحية الوسطى الشرقية الغربية كذلك سوى بعراملية تبقى نشيطة نقول المستعمل لطرقات الحيطة والحذر بأقصى الجنوب عنقزام على منطقة الصورة بطبط على بشار على تيندوف على أدرار على عين صالح على ورقلا وإلزي سرعة الرجاح العموم على هذه الولايات اللي سبق وذكرناها تتصل إذن سرعة الرجاح أقصى حتى 60 كم في الساعة بأقصى الجنوب عنقزام درجة الحرارة إن شاء الله وبإذن الله بعد ظهيرة نهار الغد الأربعة الحمد لله كما اللحظوا درجة حرارة خفضت مقارنة باليومين الفيتين على الويد سحية الوسطى الشرقية الغربية سجلوا مقياس 30 درجة مئوية على الجزائي العاصمة وضواحيها تنخفض بمقياس درجتين على عنابة الطرف على وهرن درجة حرارة تبقى نوعا ما عالية على شلف سعيدة غديزان هنا درجة الحرارة تروح 35 بعد ظهيرة إن شاء الله تلحق حتى 130 درجة مئوية وهذا تحت الظل 34 درجة مئوية على الصيف باتنة خنشلة على أهريس على رسلواد كذلك نسجدوا مقياس 32 حتى 36 درجة مئوية بعد ظهيرة على الجلفة حتى الخط الرابط مع البيض ومشيرية وأنعامة بنسبة الولايات الصحراوية سجل مقياس 37 حتى 39 درجة مئوية على أبواب الصحراء سجل مقياس 45 درجة مئوية تحت الظل كأعلى مقياس على إليزي على وسط الصحراء عين صالح تنخفض بمقياس 3 حتى الدرجتين على أدران سجل مقياس 31 حتى 33 درجة مئوية على بنعباس تاب البلا برج الحواز إذن مشاهدين الكرام حالة البحر إن شاء الله يحمه حالة البحر لنهار الغد إن شاء الله يبقى مصطرب على أغلبية سواحل الشرقية الوسطى الغربية قليل اصطراب نوعا ما على سواحل عوانة جيجل بعد الظاهرة إن شاء الله سيرجع شباب جامل خاصة على سواحل العوانة جيجل سرعة الرياح على سواحل الشرقية الوسطى حتى الغربية ترحل من 25 تلحق حتى 30 كم في الساعة اتجاه الرياح السواحل الشرقية حتى سواحل إذن العوانة جيجل بإذن الله حتكون شمالية شرقية ترجع إذن بإذن الله غربية تماما على سواحل كنس دلس إلى شمالية غربية وهذا على سواحينا الغربية سواحي المرسل البنهيدي مشاهدين يا كرام هنا حقنا خطة موعد نشرتكم جويا هالغد الأربعاء نختمها كالعادة موعدكم الفلاكي لشرق وغروب الشمس على الجزائر العاصمة وضواحيها إذا الشرق مشاركونا على ساعة السادسة وثلاثة عشر دقيقة صباحا أما الغروب على ساعة السابعة ودسع دقائق مساء هنا مشاهدين يا الكرام نقول لكم بقاوا مع برامجة البطنية تيفي أكيد لمزيد من معلومات مالكم غير تزوروا ما واقعنا لهي دايما في خدمتكم بقاوا مع برامجة البقاوا على خير تهلا فرحتكم